السلام عليكم اسمتي عمر بلافريج نائي برلماني عن فدرات اليسار الديمقراطي مرحبا بكم في البودكاست رقم 29 اليوم هذه تقريبا عام باش انا نائي برلماني وكان حس بالتقل دي المسئولية الضمانة ليعطوني الناس ميصوتوا عليها وكان حاول نكون في المستوى دي للتطلعات المبادئ اللي كان دفع عليها أولا والمصلحة العامة فهذا البودكاست من الاشياء اللي كان قدمها لكم باش نتحاسب ماشي الاشي الوحيد ولكن من الاشياء اللي كان قدمها وكان تحاسب على شنو درت خلال الاسبوع بعد غدان هالحد 8 اكتوبر كان مسيرة في الضربدة مسيرة التضامن ومسيرة الوفاء مع المعتقلين والشهداء اللي الناس اللي سكين في كازها ولا اللي قراب كانت منو يكونوا حاضرين في هاد المسيرة اللي هي شيء مهم بالنسبة لنا هاد الاسبوع المستوى دي البرلمان أنا تلقى مع عدد دي المواطنين من الدائرة ومن خارج الدائرة مع جمعيات فبالأخص هاد الاسبوع كان عندي لقاء في سلة خارج الدائرة مع جمعية سلة المستقبل اللي كان لقاء جميل مع شباب اللي عندهم طموح لبلادهم اللي بغين التغيير فكان حيي أنا جمعية سلة المستقبل لها ذاك الدعوة بعدها واللقاء مع الشباب كانت كذلك عندي كان عندي لقاء مع الجنات الدعم تمدرس الفتيات بالعالم القاروي مع السيدة الرئيسة سيدة الرئيسة نعيمة صنهاجي هذه جمعية مهمة لكدر الأشياء في العالم القاروي مع الفتيات اللي بغين دعمها ها وست انترنت هاية تصويرها عند المنفعة العامة محتاجة لدعم ومحتاجة لكم كذلك لقاءات في المحمدية مع الناس ديالة سامير الذين يفعلوا الحقوق ديالهم كالناس وذلك يفعلوا الحقوق ديالجميع المغرب في استراتيجية صناعية حقيقية ديال من جهة ولقاءات أخرى في مدينة محمدية مع جمعيات من المجتمع المدني جمعيات في المجل البيئة نتكلم عنها مستقبلا حتى هذه اللقاءات أعطتني أفكار حول مساءلة الحكومة وكذلك يمكن مشاريع قواني فمن ناحية ديال مساءلة الحكومة باش نجيو هذا من الأدوار البرلمانيين أنا طرح تججل سئلة هذه الأسبوع واحد سؤال جاني من المناظلين في إقليم سطات حول واحد طريق 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 3619 اللي ما زال معطلة هالطريق اللي يتسألوا علاش وفوقش هالدلهم هالطريق تمكن الناس إلى هذه القرية باش يمشون المدرسة باش يمشون المستشفيات باش يمشون السوق فهذا سؤال موجه لسيد وزير تجهيز والنقل سؤال ثاني لموجه لسيد وزير التعليم انتو ما عارفين بأن أنا عندي التعليم هو الأولوية الحقيقية طول هاد الولاية ففي مدينة الريباط تم إغلاق 16 مؤسسات تعليمية هاد الصيف فالسؤال كان بسيط جدا للسيد وزير وعلاش ما تدرش إصلاحات في الصيف باش يكونوا هادوك المؤسسات في الدخول المدرسي هادي من الجين الشيء الثاني النقطة الثانية شنو ما تضمنات اليوم بأن الشركة اللي هتقوم به هاد الاصلاحات هي غابة أمنة جموع ريبط للتهيئة هتقوم بهاد الاصلاحات قبل الدخول المدرسي المقبل علاش كنقول هادش يكون له حت إصلاح التعليم لكن إصلاح التعليم حقيقي المؤشر دياله هو الرجوع وعودة الطبقة الوسطى الى المدارس فلا سديتي والمدارس فلا ما تبقاش البلاصة للطبقة الوسطى فهذا السؤال حقيقي وهنزيد نأكد عليه ونركز عليه في الأسابيع المقبلة والسنوات المقبلة أخيرا في دوري كبرلماني كذلك الجانب شريعي كان عنا تكلمتكم عليه الأسبوع اللي فات كان عنا قانون نقاش في الجنة المالية حول قانون المعاشات المهنيين المستقلين فالقانون مزيان يجب شيء شيء إيجابي يمكن أن يكونوا ستد المليون المغربة الذين يستفدوا توم من المعاشات المستقبلا مع السعين الساس ولكن قدمنا واحد التعديل الذي يمكن أن يبني بعض الناس هو الهامش أو الهامشي ولكن بالنسبة لنا المبادئ الذي كان أمن بها ليس شيء هامشي هو هاتشوفوها هو التعديل هنا كان توفى الواحد في ذلك القانون يقولون بأن الخمسين في المئات ذي اللي ما عاشها كانت بقال الزوج أو في عود ما يقولوا الزوجات قالوا مجموع الزوجات هاتشي أنا كان أعتبره بأن البحل التطبيع ولا اعتبار لتعدد الزوجات شيء طبيعي هو أنا بالنسبة لي ماشي شيء طبيعي هو هامشي في المجتمع وما خاش المشرع إدار بحل له شيء طبيعي فهذا التعديل هو كان يبنى بعض الناس شكلي ولكن بالنسبة لي ماشي شكلي في السيارة ستبدل باش نبينه بين الزوج أو الزوجة المساوات بين الرجل و المرأة وفي حالة تعدد الزوجات يتقسم ذيك 50% على هذه الزوجات المتعددة أخيرا كما جرت العادة في هذه اللقاء كنت أتكلمكم على كتاب هذه المرة ماشي كتاب تضبطه واحدة تجربة واحدة المبادرة شباب في تارودانت ما تشوفوها واحدة البلاتفورم مكتبة إلكترونية فالشخص يتشجع بزاف هذه من الجهة وفي الرباط في السلاء في الكيدي كرياتور كان غدا نهر السبت كان واحد اللقاء دي زيكخيفة اللغة الفرنسية هذه في الرباط فالليسا كان في الرباط يمشي يشوف الشعب اللي ما يقراش هل ما يمكنه شيء تطور سناش الشعب المغربي يقرأ ومتمنى يقرأ موسيقى هذا هو موسيقى أنتم تسمعها عن هذه الفنانة أمريكية عزيزة عليها وكانت متعنى بأن تسمع الموسيقى شكرا وإلى اللقاء في بودكاست موسيقى 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 موسيقى